من قرى عدة وعبر مسافات طويلة يقطعها أبناء منطقة الوبح للوصول إلى هذه الخيام التي كما يقولون ضاعفت من معاناتهم أطفال صارين يدرسوا طريق طويل جدا نعاني حاجات كثيرة نقلس على الأرض وماشي حتى دحتنا كراسي حتى الكتب ماشي معنا كلنا كتب كل قريب معها كتاب واحد أكثر من عامين وما يزيد عن سبعمائة طالب وطالبة يفترشون الأرض في خيام لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء هنا في مديرية الضالع حيث تقع مدرسة الوبح التي اتخذتها الميليشيات ثكنة عسكرية لتستهدف منها مساكن المواطنين الآن نحن في مدرسة الوبح التي دمرت بالحرب الذي دخلوا فيها الحوثة والعفاشين إلى منطقة الوبح وقد دمروا علينا المرسة إلى الآن لم نلاحظ أي التفات من أي جهة إلى هذه المرسة بعد دحر الميليشيات من بعض مديريات الضالع أصرت طالبة على استكمال دراستهم في هذه الخيام التي نصبت بجوار المدرسة المدمرة في تحدي واضح للظروف التي تجبرهم على طلب العلم في مدرسة غابت عنها أبسط مقومات التعليم لو نظرت حتى لقاعة لهذه الخيام لو قلت إنها والله نتشكو حالها جاءت عدة منظمات ولكن أصبحت كل هذه منظمات ما جابت لنا ولا شيء لا حد الآن على الرغم من تعقد الحياة واستمرار الحرب ما يزال ينتظر هؤلاء التلاميذ ماذا ستلتفت الجهات الرسمية إليهم لتنتشلهم من هذه المعاناة التي لا شك ستؤثر على تحصيلهم العلمي وهو ما قد يضر بمستقبلهم مباشرة إصرار وتحدي يفرضه هؤلاء الطلاب من أجل اكتساب العلم والمعرفة في ظل غياب تام لأبسط الخدمات محمد مريسي قناة بالقيس من منطقة الوابح محافظة الظالع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر